ما تستغربيش يا أختي تحال الدنيا بعد ما كلنا بنخلص بيوتنا بيكون عندنا انتعاش يا فوق الوصف إذا يكوا حبيب قلبي عاملين إيه يا ربوا كلكوا تكونوا في أحسن حال إن شاء الله النهاردة فيديو جديد فيديو النهاردة هيكون فيديو كده من العيار والسئيل فيديو النهاردة بقدموا ليك يا غالية هيكون فيه تفاصيل حلوة وحاجات حلوة بس أنا كتير زعلانة منكم ليه بقى؟ لأني فين دعمكم لي الجميل أنا لسه لحد دلوقتي بجيب لكم فيديوهات حلوة بجيب لكم فيديوهات كلكو بتكونوا نفسكم فيها وبتكونوا بتطلبوها مني الفيديوهات الجميلة اللي بتدينا نشاط وبتدينا بور إن احنا نعمل بيوتنا ونخلص بيوتنا ويكون بيوتنا جميلة فيديو النهاردة يكون فيديو حلوة جدا جدا لسيدة أجنبية هنشوف النهاردة تفاصيل بيتها هنشوف تغييرات وتجديدات هي هتعملها في البيت عندها إن شاء الله هتعجبك جدا بس طبعا عايزة دعمكم لي يا باللهك شايفين النجفة نازلة لتحت إيه اللي خليكي أختي تنزيل النجفة لتحت كده لأ طلعيها شوية فزي ما بقول لكم كده إن شاء الله فيديو ناردة يكون فيديو حلوي جدا جدا المتأكد أنه هو هيعجبكو بس تكمل فيديو الآخر لأنه فيه تفاصيل حلوة وفيه حاجات حلوة إن شاء الله هتعجبكو جدا جدا وكمان لو أنت أول مرة بتشوف القناة عندي مخيل الفيديو ده ساعدني نجودك معي هتشتركي في القناة ويفعلي زرار الجرس على الكل عشاني أصليكو كل جديد مني وعايزة بقى لايكات كتير لايكات كتير قوي 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 يعني بصي على عدة هتقدري كده حطي لايك أنا عارفة ناس كتيرة والله بتحط لايك وناس كتيرة بتكتبلي والله في أول كومنتات كده إحنا بنحط لايك على طول يا رودي وأجمل لايك وأحلى لايك والله بشكركم من كل قلب حبيب قلبي كلكو على راسي من فوق أنا والله بس بفكركم بي عشان في ناس كتيرة من حلوة الفيديو ده قلتهولي كتير بننسى نحن نحط اللايك فكمي الفيديو الآخر إن شاء الله الفيديو عجبكم أول حاجة كده زي ما انتم شايفين انتم شفتوا السفرة بتاعتها وهي كانت بتغير بس السجاد وشالت السفرة وحطت السجاد وبعد كده حطت السفرة تاني وحطت الذكرات بتاعتها هنيجي هنا لغرفة الليفنج برضو الليفنج كانت بتغير السجاد شالت السجادة وحطت سجادة تانية ولكن بقى مع ان يعني السجادة يعني بيكون نظيفة وكل حاجة بس هم بيحبوا التجديد وبيحبوا التغيير والتغيير وتجديد مطلوب على طول نضافت بقى غرفة الليفنج كده زي ما انتم شايفين أو نضافت الرقنة وبعد كده عندها زي نظام مكتبة كده أو مش عارفة يعني ده مكتبة ستالس أو ديكور هنسميه مثلا ديكور ستالس بتبتدي إن هي تحط عليه بقى أي جيكورات عندها باللون الجلد أو باللون اللي هي بتفضله يعني وبعد كده بقى هتبتدي تنظم واحدة واحدة كده زي ما انتم شايفين كل التنظيمات أو كل الترتيبات اللي هي حباها طبعا هي كانت خلصت ولكن هي بقى إيه يعني آخر حاجة كده بتدي إيه يعني تنظيفة على السريع أو لو في أي أتربة كلنا طبعا عندنا الخصلة دي إن إحنا طبعا بعد ما ننظف يعني فجأة بنلاقي التراب كده ممكن إحنا لسه ممكن إحنا شغالين في البيت ومخلصناش ومقعدناش نلاقي برضو إن الحاجة إجاب فيها تراب ولكن ده طبعا بيعتمد على الجو أو المناخ اللي انت بتكون يعايشة فيه هنا بقى جابت الفوزة الجميلة الحلوة دي كلها فروع كده يعني بصوا عايزة أقول لك حاجة الألوانات الخضرة من الظهور على فكرة بتديكي طاقة إيجابية وبتخلي البيت فيه طاقة إيجابية يعني لو انت ما فيش عندك ظهور أو ما فيش عندك الحاجات دي في قلب البيت لأ لازم وضي يكون عندك الحاجات دي في قلب البيت فهنا هتديكي طاقة حلوة جدا هنا كانت خلصت وزي ما انتوا شايفين غرفة النوم بتاعتها كده بالمكوى ونظفت المرتبة وقدت السرير كده تلميع وهتبتدي كده على السرير تحط الكوشنز بتاعها وتحط بقية الحاجات بتاعتها بصوا يعني هي على الفكرة هي مغيرة شوية حاجات في القوضة طبعا هي عملت النجفة الجديدة اللي انتوا شايفينها دي أو الأباجورة اللي هي معلقة شايفين اللي انت عايش يا جماعة ده اللي انت عايش بتاعنا لما بنخلص أي حاجة في قلب البيت يعني فعلا فعلا بتحسي كده بصي ان الدنيا حلوة معاك وأحسن حاجة بقى لو تلاحظوا كل السيدات الأجانب أو السيدات اللي احنا بنجيبهم كلهم بيكونوا أكتر شغلهم بالنهار أو بالصبح الصبح عشان الشمس تخش كده في البيت والدنيا تكون جميلة حبيت أجيب لكم المقطع ده ليه لأن فيه ناس كتير قوي كانوا كاتبولي احنا بعد ما نقعد نعمل السيدات احنا هننام عليه ازاي بالكوشنز اللي هما بيحطوه عليه بصوا عادي جدا عايشة حياتها عادي هوا يا جماعة وبتحط الدكورات بتاعتها وكل حاجة ولكن لما بتيجي ساعة النوم أكيد بتشيل الكوشنز وتحطوه على جنب وبعد كده بتبتدي نهيات نام عادي فش مشكلة هو مشكلة بس عندوك في ايه اللي هو انت بسلا بتقومي بتحط الكوشنز الكتير كان فيه واحدة قالتلي قبل كده او وضاي او كذا كومنتي كتابلي كل ده كوشنز هتحطو على السرير ده حططوه نص السرير طب لما تيجي تنام لسه تشتال عادي جدا هو فيه ناس بتفضل ان الحاجة تكون شكلها شيك والحاجة تكون شكلها حل بيكون بشكل احسن يعني طبعا انت شفتوا بقى الغرفة بتاعت الملابس او الغرفة بتاعت الغسيل بعد محضرت او بعد مشالت الميليات وكده حطتها في الغسيلة ونظفت الغرفة بالمرة علشان بما ان هي يعني في نفس القوضة فبالمرة عملتها وهنا بقى كانت بتعمل التايلت بتاع غرفة النوم هو كابينة عايز اقول لكم الكابينة بيكون حلو جدا جدا او صحيح ممكن بوسي هو اكتر حاجة يعني انا شفت ناس كتيرة بتشتكي منه في حاجة واحدة بس هو ملوش اي اضرار ولا اي حاجة وجميل وحلو جدا جدا في التنظيف ولكن هو يعني اكترات الناس اللي بتعاني منه او فيه كلام عليه على طول حتة التنظيف بتاع اللي هو بيكون عايز على طول تنظيف لان طبعا مسافة ما مثلا بتاعة دي شاور او كده وييجي على الازاز مية فتتلاقي ايه البقايا بتاعت المية عليه فاحسن حاجة يعني يتغسل كويس وتشب المية بتاعته مش هتلاقي فيه اي بقايا هنا بقى جايبة برضو نفس الظهرة دي للتايلت طبعا بعد ما خلصته كده طبعا مش بقولك يعني الفرحة بيكون لها مثيل كده لما كل ما بتجيبي حاجة جديدة او بتجيبي حاجة اا مختلفة في قلب البيت عندك ايا يكون هي فين يعني بتبقى فرحانة كده وبقى في طالة كده كانت هنا بتوريكه طبعا الكابينة الاول قبل ما تحط اللي كانت حط عليه الشوارات او الحاجات اللي بتستخدم بس هنيجي هنا بقى لغرفة النوم عندها غرفة النوم بتاعت ولادها هي معاها ولدين ربنا يا رب يخلهم لا يا رب يخللكوا اولادكم يا رب فنظفت الغرفة برضو زي ما انتوا شايفين كده تنظيفة حلوة وهي عشانهم صبيون فهي حابة ان هي تعملها لهم اكتر يعني الاشكال اللي فيها ولاد اكتر او يعني بيكون فيها حاجات من الولاد طبيعي دوت يعني اي حد بيكون عنده ولاد او بنات فعلى حسب الغرفة بتاعتهم بتنظمها لهم بس هنا بقى تعالوا نشوف بعد كده هتعمل ايه هنا هتجيب الجردل اللي هو بتاع المساحة ده عايز اقول لكم الجردل ده حلو بس نضيف نضيف ما تتغريش فيه ابدا لو انت مثلا جبتي الجردل دوت بس من نوع اللي هو مش مش حكاية رضي لا يعني هو غالي برضو كل حاجة بس هاته الاصلي اهم حاجة الاصلي حاطة طبعا كلور ومساحة كده الجدران او الحوائط كلها وبعد كده مساحة السلالم بتاعت الشقة عندها او بتاعت الفيل عندها وهنا ده الانتري او الصالون برضو بتنظموا وبترتبوا ترتيبة حلوة كده هي طبعا يعني الديكورات هنا عاملها باللون الوف وايت في الدهبي ما حبيتش ان هي تدخل اي الوانات تانية معاها غير مثلا لون ولكن الالوانات هي كانت حباها بالالوانات دي علشان ما تغيرش الوانات كتير وفي نفس الوقت ما يكونش الانتري في الوانات كتير زي مثلا طبعا هي فرحانة بكتعة الفرو هنا علشان كتعة الفرو كده فعلا فعلا لما بتتحط او الكوشنز الفرو وما بيتحط مكان فعلا بيديكي لمسة جمالية وبيديكي شكل حلو يارب تكونوا استمتعتوا من الفيديو بس ويكون السيدة بتاعته النهاردة فعلا كنوا استمتعتوا من حاجاتها لاني انا شخصيا بحب النظام جدا وبحب السيدة اللي بيكون تحس بيتها كده فيه نظام ومع النظام يكون مثلا فيه ترتيب حلو او عينك ترتاح فهميني اللي هو فيه ناس كده تخشي البيت بتاعها او تشوفي البيوت بتاعتها عينيكي فعلا ترتاح ليها الجديدة فزي ما انت شايفين نظفت بيها هي بتقول يعني هي بتنظف بيها البتجاز والستلس سواء بتاع الحوض او بتاع التلاجة المهم اي استلس حتى كمان فيه الارضيات او فيه كمان البنيو او الحوض المهم ان هي الاداة دي كانت جايباها جديدة يعني تقدر تستخدمها في اي حاجة زي ما انتوا شفتوا كده هنيجي هنا بقى كانت خلصت المطبخ وطبعا يعني احسن حاجة انك انت لما بتخلصي المطبخ كده وبتحسي بنظافة المطبخ كان البيت كله عليك نظيف جابت بقى الزيكور الحلو اللي باللون الجلد وهتحطوله حاجة بسيطة كده عشان تكسر اللون هنا بقى تقدمها كمان للغدا لأولادها هي بتقول ان هما بيعودوا في المكان دوت علشان خاطر يعني طبعا اهم يعني بدال عندها المكان او الامكانية ان يعني يكلوا في المكان ده او المكان ده يعني يتحط فيه الاكل فبيكون حاجة كويسة عكس مثلا ما تحطي على الصفرة برة او الكلام ده طبعا الصفرة بتستخدمها لما بيكون عندها ضيوف ولكن هنا كانت بتقول يا هي اولادها ويزجا زي ما انتوا شايفين برضو بتقدم التقديم الحلو اللي يليق بيها ويخل الشكل العام شكله حل هنا بقى كانت تحط كنسول كده من ناحية استلم يعني من ورا كده وهي نزلة ويحط كمان الاتنين بوف اللي انتوا شايفين دوت وتحط دكور بسيط كده يعني تكسر الالوانات شوية او تكسر الشكل شوية حسيت هنا ان كان فيه افوار كتير او حاجات كتيرة ففاهمين كل شوية شي الحاجة وتحط حاجة لحدات لما توصل على الحاجة اللي هي حبها ومن ناحية دي حطت كمان التربيزة صغيرة تحتها مشاية فر وكده عشان برضو كمان يكون الشكل العام يكون شكله حل وكسرت هنا البفات باللون الجري بس هنا بقى خلاص ده الكنسول اللي هو مفروض من قدام باب الشقة زي ما انتوا شايفين بتحطوله دي كرات باللون الجلد كده او حاجات بسيطة اللي هو يخلي لها برضو الاماكن شكلها حل وفي نفس الوقت يكون دخلة البيت كده لما حد يكون جاي لها تكون دخلة البيت يكون شكلها حل ويكون شكلها مبهج كده وجميل بس كده حبيب قلبي ده كان الفيديو بتاع النهاردة يارب يكون الفيديو عجبكو ويكون السيدة اللي كانت معانا النهاردة تكون عجبتكو وافكارها وزينتها لبيتها تكون عجبتكو ولو بحاجات بسيطة او تكون اخدت منها افكار بسيطة خالص يعني نكون استفدنا منها خل حد هنا خلص الفيديو بتاعي يارب يكون الفيديو عجبكو اشوفكو الفيديو الجاي واسبكو في رعاية الله وحبزه ومع السلام اشتركوا في القناة